انطلقت من مدينة العالمين الجديدة النسخة ثانية من مبادرة 100 يوم الصحة بالمنطقة الشراطئية تتحرك من خلال المبادرة سيارات الإسعاف والخدمة الصحية والقوافل العلاجية لتقديم خدماتها وتوسيع قاعدة المستفدين من هذه المبادرة إشارة البدء تنطلق من مدينة العالمين الجديدة للنسخة الثانية من مبادرة 100 يوم صحة والتي أطلقها رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة وقيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من داخل المنطقة الشاطئية التي تشهد فعليات مهرجان العالمين الجديدة انطلاقة تتحرك من خلالها سيارات الإسعاف والخدمات الصحية المختلفة لتقديم خدماتها في محافظات الجمهورية عبر القوافل والعيادات المتنقلة لتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه المبادرة هذه المبادرة بتحظى بدعم كامل من فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وهو الحقيقة اللي كان وجه ان احنا نطلق هذه المبادرة المهمة جدا 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 اللي بنستهدف من خلالها كدولة الوصول للمواطن المصري في مكانه في أي حتة في ربوع الجمهورية ونقدم له كل الخدمات الصحية المتطورة اللي ممكن يكون بيفتقدها في المكان الجغرافي أو بحكم بعده أو إن يبقى مكان نائي أو ما بيبقاش فيه الخدمات المتوفرة أو المتطورة جدا في مجال الصحة مبادرة مئة يوم صحة مئة يوم من الخدمات المخدمة لكل أهلين في كل مكان خدمات بتوصل لهم لحد عندهم تكسيف لخدمات وزارة الصحة مستشفيات وحدات الرعاية الأولية قوافل علاجية المبادرات الرئاسية إن شاء الله في الفترة دي نقدر إن احنا نخدم أكبر عدد إن ما كانش كل شعب مصر الموجود يستفاد من المبادرة دي المبادرة دي بتغطي كل الفئات العمرية وكل الأنواع من الرجال والسيدات والأطفال الكبار السن مبادرة ضخمة حدث كبير جدا يستحق إن هو يكون موجود وينطلق ملدينة العالمين مبادرة مئة يوم صحة التي تم إطلاقها العام الماضي تنطلق للمرة الثانية بخدمات طبية شاملة للكشف المبكر عن الأمراض المختلفة وإطلاق سيارات الأشعة المتنقلة بالإضافة لتفعيل المبادرات الرئاسية الصحية والتي تنطلق إلى المناطق النائية واحدة راية المتنقلة أول عربية على مستوى الجمهورية أو على مستوى الشارك الأوسط لخدمة الناس في الوصول إلى الفحوصات اللازمة طبعا نحن نتنقل بها في أي محافظة تحتاج العربية عشان نوصل إلى أكبر قدر ممكن من المستطاع المطلوب وإن العربية بإذن الله داخل المبادر الرئاسية في الكشف المبكر عن السرطان البلوسطات وزارة الصحة المصرية عندها إمكانيات كبيرة جدا أنها توصل لكل مواطن إحنا عندنا العديد من المبادرات اللي بنشره برعايتها من قبل السيد رئيس الجمهورية في كل التخصصات وفي كل الأمرات إحنا الرسالة اللي بتوصل إن إحنا موجودين وإحنا فعلا مهتمين وعارفين ومش هنسيب أي حد يحصل معاه أي مشكلة صحية غير ما هنوصله رسالتنا لمحافظة مطروح بزيزيز وتأتي مبادرة مئة يوم صحة تحت شعار انزل واكشف والطمن من كل مكان في مصر بعد النجاح الكبير الذي حققته العام الماضي بتقديم 60 مليون خدمة صحية حتى بداية العام الحالي والتي تؤكد جهود الدولة للنهوض بالقطاع الصحي وتحسين الصحة العامة محمود جميل التلفزيون المصري